وَلَوْ حَتَّى مِتَّايَ عَصَوْتِ بِيرْتَاحِ طبعاً بنتشكر زميرتنا رؤى بالتاجة على هذا البوكس بوب وسؤال فعلياً مهم نعم كمال بدي أسألك قبل ما نروح للضيفة أنت بتتزوج كيف تقليدي أم لا؟ عن طريق أمك؟ لا لا أنا بتزوج أنا يعني على الصعيد الشخصي أنا عارف هذا السؤال ملغوم ملغوم ترية طبعاً تحياتي لوالدتي اللي يادم تحضرني أكيد رأيها هي موجود هلا لا بتزوج عن المعرفة المسبقة بس أكيد بأخذ رأي أهلي طيب يلا تفضلي هلا كتير حبيت الأجوبة المختلفة تبعت الناس وردهم على موضوع الزواج التقليدي أنا صراحة بحس إنه إذا كتير مهم إذا إحنا التنين نعرف بعض أكيد في احترام متبادل فبعدين بيجي الحب الحب ما بيجي على طول أول شيء بخصوص الزواج يفضل إنه يكون اتنين بيحبوا بعض بيحترموا بعض عشان يقدروا يتعايشوا مع بعض نعم هلأ الزواج تقليدي واللي عن طريق الحب هون بتصفي أنا بحس الموضوع مش إنت ما بتختاره لكن هي يعني التدابير بتجي من ربنا صحيح وكمان كيف الشخص ممكن يصير يعني أنا ممكن أعرف شخص فترة معينة من الزمن وبيقولك أنا بحبك بس أنا ما بدر أعيش معاك والعكس صحيح بتلاقي فيه شباب بيحبوا شخصية معينة بتلبق معاهم تفكيرهم بس بقولها هذه ما بتكون مثالية للزواج ما رح تكون متفاهمين صحيح ألا بس إحنا بنوضح للمشاهدين كلمة المعرفة قبل الزواج يعني يفهموا إنه هي دائما ممكن تيجي من خلال العلاقات إن كانت بالعمل أو عن طريق دراسة أو غيره طبعا إحنا علشان ما نشجع إحنا بنقولهم إنه العلاقات بتكون بالإجبار هي غصباً عنها هذه العلاقات بتكون من خلال الاحتكاك في العمل أو في الدراسة مش مشروطة بس بعلاقات عاطفية أو بالحب صحيح طيب أنا بدي أسأل سؤال خود اللي بيحبك ما تاخد اللي بتحبه هذا كان السؤال إحنا شفنا كثير آراء متفاوتة أنا بدي أسألك شو رأيك في المقبلة أنا كثير بأأمن بهذه الشغلة دائماً في العلاقات صراحة كثير بتلاقي فيه شباب وبنات بتغلبوا كثير بتقول أنا جبت لها وأنا عملت له سواء شاب أو بنت عملت له جبت له جبت له هدايا وحكت له فطفطت له طب ليه هو ما حبني أو ليه ما عم بيكون مثل ما أنا بدي فأنا بفضل دائماً إنه مش إنه خد اللي أنت بحبك أحيان أنت بتحبه بس ما بيكون من نصيبك بس حلو لما تلاقي شخص بيحبك تبادره وتمله لأنه الطبيعة البشرية بيطبعها بتميل للناس اللي بتحبها وبتحنلها وبتكون فيه بينها وبينها ونفس الوقت بتلاقي فيه شخصيات ما بتحب اللي بيكون كتير بعملها بطريقة حلوة سبيشالي البنات البنات بتلاقيهم فيه نوعين ما بعرف ممكن تستغلوا شيء أنا هيك طلعت في ألاء قبل المقابلة قبل المقابلة تحكي لي هاي ألاء جاي فبدها تنصفني فهلاء أنت هلاء بديك تنصفيني يعني أحكي عن البنات حكي حلو يا ألاء الله يمالك لا 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 أبدا لو سمحت من دون أي ضغطات ألاء بديك تنصفيني وتحكي عن مزاجية البنات التالية لا رح تنصف علينا أنا لا لا أكيد عشان ما زائلكم هلأ أكيد اللي عم يسمعونا نوعين صحيح في ناس هيكونوا معاي في ناس لا هلأ في نوع من الفتيات بيحبوا ما بنا نحكي العنفس بيحبوا القسوة من الرجل تقول لك بحبه طب هو بيعبرك بيهتم فيكي بيسألك أحيانا أحيانا آه بتلاقيه بيصرخ عليها بس نفس الوقت حنون نعم سبحان الله البنت بطبيعتها هي هيك ربنا خلقها متقلبة بتحب اللي بيحنن عليها وبيحبها وبيودها بس نفسها تحب الرجل الآثي مشان تحس إنه هذا كفو صح يعني عرفتي فيه بناتانية بتقول لك لا أنا بدي إياه يجيب لي يا دبديب وزيك بس صدقوني بعد فترة بتلاقيها زهقت اخشوشا طيب جب لي دبدوب وجب لي بلون وجب لي وجب لي وجب لي خلاص ما بدي هذا النوع من العلاقات يستمد أرفتي وبالعكس بالمقابل بالطرف الثاني بتلاقي الرجال بيحبوا دائما البنت في الصحوبية في الصحوبية بحبوا البنت الاكتف اللي كتير نشيطة تحتية بس عندي زواج فاشا بقول لا لا أنا ما باخدها طيب بيصير بيبلش بيقلل كميات أنا بدي أسألك سؤال كيف بدي أعرف إنه هذا الشخص مناسب إلي كتير حلو هذا السؤال هلأ إذا كان عم نحكي إحنا موضوع رئيسي اللي هو الزواج كتير في معايير نحنا بنحطها عشان أعرف أكمل مع هذا الشخص وأخلي أعرف الأهل عليه أو لا هلأ أول شي كتير بحب المستوى المادي المستوى المادي تبع أو مش المادة الاجتماعي طبقة الاجتماعية طبعا إحنا ما بنا نحكي عن المادة لأنه بكتير ناس بكتير ناس بكون حالتهم المادة لكن بيطبطوا ما شاء الله وبيمشوا وبتنجح حلاقاتهم طبقة الاجتماعية يعني حياته هو منفتح زي زيه بيخليني بسمح لي أطلع في علاقات في حياة متشابهة نوعا ما ما حتكون كوبي بيس بس عشان لما أجي أتجادل مع هذا الشخص يكون فيه نقطة حوار فهمين على بعض مية بالمياس هلأ بتحكوا بكتير أمور اجتماعية تعليمية حلو كتير لما يكون الرجل اللي بدي أرتبط فيه زيه مثقف متعلم نفهموا واحد الزوج لما نجي يحكي مع شريكته أو لسه عم نقول ما تزوجوا اتنين عم يحكوا مع بعض ما يكون واحدة بتحب تطبخوا قاعدة في البيت وما بتعرفوا الأي شيء وهو بيكون ضايج من الشغل فما حيتفهموا بعض صح حتى يعني ألاء بتلاحظي لما يكونوا بيشبهوا بعض نفس الاهتمامات فلما يروحوا يعودوا بتلاقيهم بيحكوا بنفس المواضيع في الاهتمامات في شغلهم صحيح في أنشطتهم فبتلاقي فعلا هم من دمجين صحيح وزي ما منقول فيه كيميا بينهم هاي كيميا حلوة بزاق بس أنا كمان في عندي شغلة يعني هي دائما كل إشي إله نقيض أو إله مرات حالة شائبة عن الموضوع مرات إحنا نعشق الإختلاف ومنحب الإختلاف يعني منحبش الشخص اللي يكون خلص copy paste منه نفس الشي منه منحب نغيره عشان نتعرف على شخصية أكتر عشان شو فيه إيجابيات فيه نكتسبها وشو فيه سلبيات فيه نغيرها صحيح فالاختلاف مرات ممكن يكون نوعاً يعني سيلاحظوا حدين بذات الشخصية إنه هل يكون بيشبه شخصيتي ولهل لازم يكون مختلف أنا كيف بقدر أعرف إنه أنا شخصيتي بتتوالف مع اللي بيشبهها ولا مع اللي بتختلفها هاي النقطة كمان كثير مهمة لهذا الحكي أنا إيمتا بعرفه بالعادة فترة الخطبة الخطبة لأنها فترة طويلة فالمفروض إنه الاثنين دايماً بدونهم يبعتوا لي قال لا شو نعمل بالخطبة شو بدنا نسوي اطلعنا وروحنا أجينا يا جماعة الموضوع مش بس طلعاته روحاته جاية أعدوا مع بعض احكوا بتعليم احكوا بيسفر احكوا بيسياسة احكوا بتربية أطفال حلو لازم يفتحوا هاي المجالات هاي المجالات بتخليهم يشوفوا كيف كل واحد بيفكر كيف كل واحد بطرح الفكرة ما بيزبط كل يوم بحبك وحياتي ونمسك إدام بعض وهيك لازم يصير في طرح والاختلاف بالشخصيات كتير مهم عشان يصير فيه انجذاب نتشابه لحد ما زي ما تفضل حكا بس ما بيكون copy paste لهذا الموضوع قبل انتي بحلقة قبل كنتي ذكرتين حكيتي دائما الأهل لهم دور فعال ما تذكر أمهاتنا يعني زمان كانوا يقولوننا معلش يا أمي تزوجي بعد الجيزة بتغير بيصير ما أحلى مش عارف ايه هل هي وسيلة إقناع أصبحت هذه ولا إجبار ولا إيش يعني الفعلا البنات بدهم وعي يعني بتقولك أمها اطلعي معا وشوفي قديش بيصرف قديش بيجب لك قديش بيش عارف ايه فأصبح انه هي بتقيس الرجل وبتتزوجه بناء على زي ما حكيتي انتي شو بيعمل ماديا صحيح فإحنا بدنا نوجه البنات بطريقة شو بدنا نحكي لهم والأهالي هلأ أنا بهذا الموضوع صراحة لو سمحتوا لو سمحتوا اللي عم يتفرج علينا هلأ إذا كانت حدا عم يخبرها أهلها إنه تزوجي ولقدام بتغير أو تزوجي ولقدام رح تعرفي هذا الحكي بزمنا هذا 2019-2020 مش مقبول مش مقبول إحنا بطلنا نرضى بأي شيء بطلنا نتنازل صرت أنا أبني بيتي وأفكاري على الشخص اللي معاي لسه نبدأ اكتشفه طب ما إحنا هلأ صارت الموضوع إنه الأهل صاروا يسمحون لأنه في فترة التعارف والخط بنتعرف على بعض فمش معقول مثلا تاخذي شخص عنده سيئات كتيرة بطلع وبسهر وبقضي وقت بره وبعدين بس تتزوجي تقولي أنا رح أسيطر عليه أو أنا رح أضغط لأنه رح أضغطي أعداله أسوي له لبس وأسوي له أحلى عشاء وضلوا أعد جنبي لا هذا الحكي مش مقبول وما رح يتغير ويعني هلأ إنتوا حضرتكم ممكن تتزوجي هلأ شخص أنا متزوجة أنت يعني بتغليل تزوجك لا 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 خلاص أبا أهنيك هذا الموضوع الذات حساسة عندما إنت حترضى هلأ ترتبط بمثلا فتاة كتير اجتماعية وبتروح بتيجي وبتسهر وبتسافر أهلها راضين وبعدين تقول أنا بحبها وبعد فترة أنا بس أتزوج رح أغير هاي العادة بترضى أو تتوقع هي رح توافق أكيد مش سهل أنك أنت تغيري شخص بعد ما تحكي أنت ما قطع بالعشرينات من عمر أول 25 سنة 26 سنة من حياته الإشي اللي تعود عليه خلال هاي الفترة أنت تغيريه بفترة بسيطة رح يصري كثير مشاكل وهذا السؤال أنا بدي أسألك إياه أيهما أساس نجاح العلاقة الزوجية التفاهم ولا الحب الاحترام والتفاهم هذا أهم شيء أهم شيء الحب بيجي بعدين يعني الحب ممكن بنظرة من تصرف من أي شغل الحب بديه وقت أنا كيف بدي أحب شخص أبعتبروا تعلقهم أكيف الأطفال هدايا طب طب هاي الأشياء بس اللي بيبلش بتفاهم واحترام بيظل أحلى إشي وبيكمل بهذا الشكل حتى بيصير الحب بينهم بطريقتهم جميل ألا إحنا بيقولوا لك مثلا يعني خدي أنا بتنازل فيها صفات معينة بتنازل بعد الجلزة زي ما قلت أنت بتتغير تنازلات كثيرة تأدي لحدوث سوء في العلاقات وزي ما قلت بيصير ما بوصلوا للنقطة يجتمعوا فيها في الحوار فلهيك بيحدث الطلاق هل السبب في الزواج التقليدي بيأدي إلى نسبة الطلاق علي ولا لا؟ زواج تقليدي بيعمل نسبة الطلاق علي؟ تحكي عن تقليدي عن التقليدي عم بحكي تقليدي عم بحكي تقليدي ولا الناتج عن خط؟ تقليدي لأ عم بحكي الزواج التقليدي هل بيزيد نسبة الطلاق ولا لا؟ هلأ أنا ما بقدر أحكي إذا ما في دراسات يعني أنا بهم لازم يكون في دراسات وإحصائيات لهذا الكلام عشان بعدي هنقدر نبني جواب صحيح وجازم لهذا الحكي بس من وجهة نظر الحالات اللي عم بشوفها والعلاقات اللي عم بتمر علينا إنه التقليدي إلى حد ما فيه بيأدي على هذا الكلام بس أنا برجع بحكي لك إنه مو شرط ممكن تقليدي بس هو برجع للأشخاص الأشخاص دورهم مهم كتير وعائلتهم كتير دورهم موزحي حديثة دايما لأنا حب مواضيع دائما بس أنا قبل ما أنهي بدي أحكي ياكي توجه كلمة مثلا للأمهات لأن دائما إحنا في مقولة أنت بتعرفي إحنا شعب المقولات والأمثال في مقولة هاي دائما أنا بسمعها بصراحة سمعتها كتير جوزك على ما عودتي وابنك على ما ربيتي شو رأيك في هاي المقول؟ هذا أنا ما بعرف أنا بأشغلها بحتيها ولا أقولها سمعته كتير هذا الموضوع هلأ في منه وجهة نظر هذا الكلام والله أنت ما بتغيره لا بس شوفك أقولك أقولك هو أنا عم بعقب على النقطة تبعه أنه هذا الكلام زوجك على إيش متعودين وطبيعي إنتي إيش هلأ المرأة متقلبة صح؟ صحيح والزوج كمان رح يصير يتعود على مود مرته وعلى ستايلها هي كيف تحكي كيف بتصرخ كيف بتصرخ فأنتي تقدري بتقدري أنك أنت تكوني كل فترة وفترة متغيرة معاه عشان تديري الوضع اللي بينكم أوكي؟ فإيش ما عودتي صحيح بقدر أنه أنا دائما أقول له أنا ممكن اليوم بحب الفراولة بس بكرة ممكن ما تجيب لي الفراولة ارجع لي سألي تمام طب يعني ألاء احنا منتشكرك على وجودك معنا شكرا لأنتو كمان موضوع دائما موضوع مهم ودائما نحب المشاهدين يتابعوها نحن هنطلح اللفاصل إعلاني سواء كلياتنا ونسمع خاطرة للحب بصوت زميننا عادل راجعنا لكم مشاهدينا